ستون مشروعا لمستشفيات يجري العمل بها في بغداد والمحافظات لإكمالها خلال عامين وزارة الصحة تتحدث عن مستشفيات عملاقة بسعات سريرية مختلفة ومراكز تخصصية في بغداد تتواصل الأعمال في مستشفيات الشعب والحرية والفضالية والحسينية والنهروان إلى جانب تطوير عدة مستشفيات أخرى العمل يتضمن البناء التحتية والأجهزة والمستلزمات الطبية في بغداد والمحافظات المشاريع مجموعة يتجاوز الستين مشروعا ما بين المستشفيات العملاقة التي هي سعة ستمائة وخمسين سرير قابلة للوصول حتى إلى ألف سرير وأيضا المستشفيات الـ 300 والـ 200 والمئة سرير طبعا هذه الأسرة بمجموعها تتجاوز الآلاف النقطة المهمة أنها في مختلف التخصصات ستكون إضافة نوعية هامة لقدرة النظام الصحي كما ونوعا لتقديم الخدمات الصحية 12 مشروع مستشفى ببغداد 8 منها تشرف عليها وزارة الصحة وأربعة تحت إشراف محافظة بغداد 70% هي نسب الإنجاز في مستشفى الشعب والفضالية و60% في الحرية ثلاثة مشاريع تضيف 800 سرير باختصاصات مختلفة أربع مشاريع مستشفيات مستشفى الشعب ساعة 200 سرير مستشفى الحرية ساعة 400 سرير مستشفى الفضالية ساعة 200 سرير ومستشفى النعمان هي عبارة عن توسعة وتطوير وتأهيل وبساعة 76 سرير حاليا لدي مستشفى الشعب نسبة الإنجاز 172% مستشفى الحرية 64% مستشفى الفضالية 72% ومستشفى النعمان 70% إضافة إلى أنه البنى التحتية التي تطلبها المستشفى من كهرباء وإعدادة معالجة ربط مجالي وربط ما أيضا صار بها توجيه وتنسيق مع القطاعات الأخرى الوزاغات في هذا الخصوص نسب إنجاز متفاوتة بعضها وصل لمراحل متقدمة تشهدها مشاريع المستشفيات في بغداد التي استونف العمل بها مؤخرا بمتابعة حكومية بعضها يفتتح منتصف العام المقبل بحسب السقوف الزمنية المحددة ميثم الجناحي العراقية الإخبارية بغداد